الوضع الاقتصادي السيء في لبنان والإجراءات التقشفية بفرض ضرائب جديدة فيما يخص الاتصالات عوامل أججت غضب الشعب ليخرج في تظاهرات كبيرة تحولت بعد أيام قليلة إلى المطالبة بإسقاط النظام رافعة شعار كل يعني كل وبالرغم من تراجع الحكومة عن قرار فرض الضرائب واستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إلا أن التظاهرات استمرت مطالبة برحيل الطبقة السياسية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة أنصار حزب الله وحركة أمل لم ترق لهم التظاهرات ومطالبها فاشتبكت مع المتظاهرين في بيروت بعدما زاد التوتر بين الطرفين عندما أغلق المتظاهرون جسر الرينغ وسط العاصمة ليشكل الجيش حاجزا يفصل المحتجين عن مؤيدي حزب الله وحركة أمل وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن أطلقت الغازة المسيلة للدموع لتفريق الحشود التظاهرات في لبنان حافظت على سلميتها إلى حد كبير لكن استفزازات أنصار حزب الله وحركة أمل بالاعتداءات المتكررة على المتظاهرين ورفع شعارات طائفية قد تحرف مسارة تظاهرات عن السلمية ناشطون أكدوا أن أشخاص تابعين لأحزاب سياسية قاموا بإلقاء مواد حارقة على مجسم يعبر عن ثورة اللبنانيين في ساحة الشهداء ما أدى إلى اشتعال النيران هذا وسبق لميليشية حزب الله أن هاجمت المتظاهرين عدة مرات وسط بيروت أطراف سياسية مسيطرة في الساحة اللبنانية تحاول وعد التظاهرات تارة بالتهديد وأخرى بالتحذير من الوصول إلى الفوضى كما بدأ ذلك جليا في تصريحات زعيم ميليشية حزب الله حسن نصر الله من جانبه اكتفى مجلس الأمن الدولي بحث جميع الأطراف في لبنان إلى الحوار والحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات السفير الأمريكي السابق في لبنان جيفري فلتمان اعتبر أن نتائج الاحتجاجات قد تؤثر على المصالح الأمريكية لكنه أشار إلى أن التأثير الأكثر وضوحاً هو تكريس إيران لدورها الإقليمي من خلال تصديرها لحزب الله ويبدو أن المشهد لا يوحي بوجود أي ملامح لحل سياسي قريب في لبنان وسط احتجاجات ومطالبات بإصلاح جذري ورفض لما جاء في خطابات رئيس الجمهورية من حلول لا يرى المتظاهرون فيها ما يلبي طموحهم بتشكيل حكومة مستقلة ووقف الهدر والفساد وإيجاد حلولاً للأزمات المعيشية